ايه اللي ممكن يوصل الانسان انه عقله يفكر في القتل او انه يحل مشكله بالقتل هل اي انسان ممكن يوصل للفكرة دي ولا هذا الانسان لازم يكون عنده من البداية ميول عدوانية او عنف في شخصيته بصي هو يعني انت بتكلمي على عقله يوصله لكده في حالتين ممكن يرتكب فيهم الانسان جريمة زي كده وما يبقاش ولا فكر ولا قيم الموقف وبالتالي اغلب الوقت في الحالتين دول لو وقف قدام القاضي حيبرقه القاضي او على الاقل مش هديله حكم قاسي هي انه عنده زهان او سايكوز لان ده ده مريض وده حاجة كيميائية مش حاجة تربوية ولا بتاع حاجة مخه الكيميا بتاعت المخ مش مش صح وده عنده هلاوس بصرية وبيسمع حد يقوله اعمل مش عارف ايه والحيطة الصورة اللي على الحيطة بتكلمه فممكن جدا يرتكب جريمة وهو لا يدري انه بيرتكب جريمة هو يعني في وضع خارج عن قدراته الذهنية طب ولو شخص سليم يعني لو شخص طبيعي عادي اوقات دكاترة تعلن نفسي بيقوله انه بتيجي لحظة اللي هي بتقال عليها الماد مايند اللي هو خلاص يعني خرج من شعور اه هي بتتسمى التامبراري مادنس يعني وكأن واحد في لحظة معينة يتحط في الوضع بتاع هذا المريض بالذهان وهو طبيعي ما فيهوش مشكلة معينة لكن في لحظة ما حصل تراشق بين اتنين ويتنربز وينفعل ويزيد الانفعال اكتر واكتر ممكن في لحظة ما يزوق يضرب ينط من بلكونة يزوق واحد من بلكونة يضرب بسكية حاجة دي حتى دي هو مش بعقله هو فقط سيطرته على عقله مش قادر عندهش جهاز اللي يساعده ان يشوف عواقب هذه السلوكيات ده وضع وده وضع مش محتاجين نتكلم فيه لانه ده حاجة مش بيدنا نتكلم على شخص طبيعي ولا امراض مجتمعية ولا حاجة ده مجرد هو عنده مرض او انه في هذا التراشق اللي حصل ادى الى هذا الموقع الوضع اللي احنا نقلق منه هو انه ممكن انسان يرتكب جريمة زي كده لانه وجد نفسه في وضع غير قابل للتحسن يعني انا في وضع معين لا امل في تحسن هذا الوضع والوضع ده قاسي جدا عليه يعني طبعا مثال المباشر زوجة جزها بيعتدي عليها بدنيا بقاله فترة مش مرة ولا اتنين غالبا دي بتبقى تكرر ترقمات فانفجرت ترقمات وهي شايفة انه مفيش قدرة انها تعبر عن يعني اعتراضها على هذا الذي يحدث لما بتعترض نتائج اعتراضها دي ضخمة من المجتمع من العيلة من اوقات ناس بتحط عليها ضغوط لازم تستحملي ولازم تسكتي وحكمة المرأة تبني بيتها والست الحكيمة تعمل مش عارف ايه وصليبك الحقيقة بنحط ضغوط على الناس دي فألاقي نفسي فوضع غير قابل الاصلاح معانا يعني في حالة من الاهانة او الاعتداء البدني ولا مش هو وقت ويمكن هيبقى فيه تحسن لا ما فيش تحسن بيزداد سوء السؤال في دي بقى ممكن تلجأ لهذا اشتركوا في القناة